طيب هنروح معاكم دلوقتي لمحافظة الدأهلية وبالتحديد مشاهدينا في مركز دأدوس عندهم مشاكل كتير في مدرسة ضعاف السمع المدرسة بدأت بطالب واحد سنة 94 وكانت موجودة فوق مسجد وبفصل واحد بس النهاردة ما شاء الله عندهم تسع فصول لكن المشكلة بتتمثل في ان وزارة الاوقاف قطعت القهربة والمية عنهم بدون سبب تعالوا نشوف مطالبهم ونسمع هم عايزين ايه في التقرير ده في قرية دقادوس بمحافظة الدقاهلية يستغيث الاهالي من الوضع الغير مناسب للمدرسة الوحيدة التي تخدم ابنائهم من ضعاف السمع والتي تقام على مساحة صغيرة مقتطعة من احد المساجد المدرسة دي بتخدم مساحة كبيرة مساحة سكانية كبيرة احنا بيجينا ناس من كرة جميع مركز كرة ميد غمر وبيجينا ناس من الغربية الاوقاف بدأت تفصل المية والكهرباء عن المدرسة المدرسة عادت اسبوع بدون مية وكهرباء ربنا اكرمنا وتواصلنا مع الاوقاف وجبنا دخلناهم المية والكهرباء تاني لحد من شهر ونص بالضبط تحديدا فصلوا عنهم تاني المية والكهرباء وكأن المدرسة بعيدة كل البود عن الدولة أنا رحت للسيد محافظة دقالية الرئيس السيد عمر الشوات فيه وجبنا منه موافقة كتابية بأن فيه فدان أرض من ضمن ثلاث فددين موجودين في بيداء دوس هنا اسمه وقف بامبا خاتون مخصص منه فدان للمدرسة التجربية وفدان مخصص لزول احتياجات الخاصة مجمع مدارس لزول احتياجات الخاصة اللي هو مدرسة السمعية ابتداء اللي هي النادية والإعدادي ملحقين على مدرسة إعدادي هنا في البلد برضو من يومين أو من ثلاثة طلع القرار من السيد محافظة دقالية بأنه يتم بناء البدء في بناء مدرستين اتنين للغاية واحدة في ضماص واحدة في شربين أو في دكيرنس وكأن مدرسة التربية السمعية مش موجودة على الخريطة دلوقتي حالياً ما عادش مناسب للأولاد أولياء الأمور بيجوا من بلاد مختلفة بيجوا ما يلقوش مكان يقعدوا فيه فبالطر نقعدهم ليفتح لهم الجامعة عشان يقعدوا في الجامعة ما ينفعش مكان مش مناسب البيئة اللي موجودة محيطة بها مش مناسبة دور المية هم الدورتين اتنين مية لعدد خمس وستين طالب واخد بالك وما بيعرفوش يتكلموا يتعاملوا مع البيئة المحيطة لازم لابد من واحد ايه يتعامل معه وطالب نقل المدرسة في المكان المخصص ليه علشان طبعاً يبقى مكان آمل لأولياء الأمور والطالبة والناس اللي من مصر اللي وقت طالب الزواج لإحتاجات الخاصة دول منفقة معينة في المجتمع بتعاني من مشاكل كثيرة في المجتمع نفسنا في المكان دول علشان نرتكب مستوى الطلبة دول ومستوى التعليم في مصر بالنسبة للمعاقين وغير المعاقين لأن دول أولادنا زي ما أولادنا الطلبة العاديين دول أولادنا ولهم أكتر من العاديين كمان لأنهم ما يعرفوش يصرفوا أمور حياتهم إذن هي مطالبات أهالي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشدون فيها الجهات المعنية بتعديل الوضع الحالي لمدرسة ضعاف السامع بقرية دقادوس بمحافظة الدقاهلية ويطالبون أيضاً بسرعة الاستجابة عبد الرحمن داود 90 دي قناة المحور نروح معاكم مشاهدينا لمحافظة الشرقية وبالتحديد مشكلة لسكان منطقة شارع هندسة الري الحقيقة هم فجأوا أنه مجلس مدينة مينيا الأمح بيحاول أنه هو يحفر الشارع لبناء محلات تجارية ودي مشكلة كبيرة جداً ونشوف لهم طالب بيطالبوا بيها المسؤولين في محافظة الشرقية أنه هم يتدخلوا ويحلوا المشكلة تعالوا نسمع مطالبهم إيه وسط حالة من الدهشة والغضب يخرج أهالي شارع النزهة بمدينة مينيا القمح بمحافظة الشرقية ليعبروا عن غضبهم تجاه قرار مجلس المدينة بإنشاء بعض المباني التجارية في الشارع المحوري الوحيد الذي يربطهم بالمدينة عندنا مساكن شعبية مبنية من حوالي 38 سنة وقررت الدولة سنة 2010 أن تعمل لها امتداد الامتداد ده جابوا وراء أن الأرض لا تصلح للبناء وبناء عليه العمير اللي على يمين حضرتك دي الامتداد بتاعها الشارع سارع 6 متر قديم على التركيز القديم اللي هو قبل قانون 119 لسنة 2008 الناس بني من سنة 80 بناء عليه وغدين ترخيص بخمس دوار والقانون بيقول أن الرخصة بتطلع على مرة ونصف عرض الشارع المباني اللي احنا وغدينها كلها كانت على عرض شارع 20 متر يسمح يديك الارتفاعات تسمح بتهوية فجئنا أنه هو عايز ينفذ مشروع محلات ينقلها هنا ويخلي عرض الشارع 6 متر طب انت زي مديني على 20 متر قطع بيهم ارتفاعات والشارع يبقى 6 متر دي حاجة ما أظن أنها مش قانونية أما عندنا شارع كمان شارعين مغلقين النهايات وفيهم فرن الفرن ده إزاي تقفل قدامه لو حصل حريق المطافي هتخش منين طريق هنا طب إفرد فيه سيولة عدم سيولة المرارية بها يبقى الموضوع واقف يبقى إذن المطافي مش هتخش طب المصورة لو انفجرت يبقى إذن المبنى ده هينهد بعد كم سنة فإحنا كنا عايزين حضرك نسأل لمصلحة مين إحنا كنا عملنا مخططات مخططة لمدينة من الأمح مخططة استراتيجي لمدينة من الأمح وكنا الحتة دي عاملينها في اعتبار إنها تبدي توسعة للمدينة طبعا هو حاجة من الأول وناخر كهندسيا أو حاجة تابعة التخطيط العمراني مخالف مخالفة جماعية ضرر واقع مش على المنطقة دي بس الضرر واقع على المدينة بأكملها الشارع بقى مخنوه ما ينفعش يمشي فيه بني أدمين إلا يدوب بالعفية لما يمشي فيه عربيات بقى نقل بترخص عربيات ملاكي متسكلا كل الدنيا هتمر من هنا بس إحنا بالناشد كل المسؤول سواء رئيس مجلس المدينة الحالي أو السابق إحنا أمانة في رأبتكم وإنتم أهل للأمان راجعوا نفسكم وارجعوا للقوانين مش أكتر من كده إذن هي استغاثات ومطالبات من الأهالي بإيقاف المشروع الذي سيتسبب في الكثير من المشكلات دون أن يدر نفعا ولا مصلحة على سكان مدينة مينيا القمح بمحافظة الشرقية عبد الرحمن داود تسعين ديئة قناة المحور زي ما شفنا مشروع المحلات التجارية اللي هيتعامل في مينيا القمح له مشكلات كتيرة هتضيق السكان اللي موجودين هناك بالإضافة لكده بيقولوا إنه دا وضع غير قانوني بناشد المسؤولين في محافظة الشرقية إنه هم يشوفوا الموضوع دا ولو هو قانوني فعلا أو غير قانوني لأنه في النهاية إحنا أهم حاجة راحة الناس اللي سكن في منطقة مينيا القمح بعد الفاصل المشاهدين هيكون ليه لقاء مع الإعلامي المصري والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية مايكل مورجان وعضو مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية بأمريكا هتكلم معاه في العديد من الملفات المشتركة بين مصر وأمريكا هتكلم معاه كمان عن العلاقات الأمريكية ودورها في واشنطن واللوبي المصري في أمريكا والحرب على سوريا هتكلم معاه كمان ملفات سياسية أمريكية مع الشرق الأوسط انتظروني بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر